نكمل مع بعض الـ C-Sharp. هنا في بعض المتغيرات هنتعرف عليها زي مثلا البولين. ايه البولين ده؟ البولين ده يعني true or false بس كده. لا 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 تمام؟ هقول له مسافة. هقول له مثلا ده المتغير ده سميه بي بي. ودي له ايه? سيميكولن. تمام؟ لازم موضوع سيميكولن. طيب خلينا مثلا عندنا هنا متغير مدام في شرطة تحت كده. المتغير ده احنا لسه مستخدم النوش. هاجي هنا وهقول له مسلا ديت تايم احنا سميناه دي دي. عايز ابدأ استخدمه. هقول له دي دي. تمام؟ بيساوي. داتا تايم دوت نيو. يعني هجيب لي الدي تايم دلوقتي. الوقتي احنا شغلي فيه. في خطأ اه في خطأ. شايف الخط اللي احمر ده معنا كده ان انا لسه في حاجة ما لسه مصدرتش. اللي هي السيميكولن. هطيتها اختفت. الورنينج ان احنا فيه بعض المتغيرات. لسه ما استخدميه ايش زي بي بي اللي هي البولين زي الايكس زي الز. تمام؟. احنا استخدمنا الواي او استخداماNon طيب خلينا دلوقتي اقول له هرجع هنا وهطله تكست بوكس تاني هقول له كنترول سي كنترول في تمام او ارسمه اقول له حطه تاني تمام اذا اهو يبقى انا عندي تكست بوكس وان تكست بوكس تو اهو تمام طيب انا هقول له دلوقتي سبك من كل اللي فات هنبدأ نعمل برنامج بسيط جدا مع بعض هقول له مثلا ان ده انتجر تمام اكس وبعدكها هديله العلامة واي يبقى انا كده عرفت المتغيرين في نفس اللحظة تمام الاكس والواي طيب انا دلوقتي عايز ابدأ اخلي القيم دي نستخدمها جابلي علامة حمرة ليه علامة حمرة لان احنا كتبناه قبل كده خلينا نشوف كل اللي فات دوت هتلاقيها تحورت لاخضر ليه تحورت لاخضر لان المشكلة دلوقتي ان الاكس والواي ماستخدم نهمش اتعرفوا ان في مساحة في الزاكرة اسمهم اكس ومساحة في الزاكرة اسمهم واي بس ماستخدم نهمش طيب عايزين نستخدمهم هقول له بقى ايه ان الاكس هتساوي تيكست بوكس وان دوت تيكست طعم ايه جاب لي رسالة جاب لي رسالة خطأ اللي انا عملته ده خطأ ليه خطأ عايزين نفهم بقى ليه خطأ الخطأ هنا ان التكست بوكس دوت العادي بتاعه انه هو سترينج انه هو نصي فلما جيت اقول له خد القيمة اللي هي نص دي حطها في انتجر اعملت مشكلة دي من ضمن المشاكل اللي بتكرر كتير اوي طيب حلها ايه حلها ان انا اقول له انتجر دوت بارس تمام يعني حول لي الحاجة دي للانتجر وافتح كسين من هنا الهنا اهو معنى كده اللي حصل ان انا عطله اخد النص الكلام النصي حوله لاركوم تمام طيب يعني لو هو كتب خمسة هتحول لخمسة طيب لو هو كتب اكس واي زيد مش هقدر يحولها تمام فلازم بعد كده هنتعلم ازاي اقول له ما تخلوش يكتب حاجة غير اركوم تمام حاجة هنا خدت داك الكلام ده كوبي بيست وخليت ده تكست واحد وده تكست اتنين يبقى ده الاكس دلوقتي انتجر وبياخد الكيمة بتاع التكست بوكس وان والواي بقت بتاخد الكيمة من التكست بوكس تو تمام تمام طيب خلينا نقول له مثلا اه انا عايز اللابل دوت تكست بيساوي تمام اكس المتغير اللي اسمه اكس زائد المتغير اللي اسمه واي ودي له ايه اقفل الحاجة طيب رفض ليه رفض لان ده نص بينما انا بدي له رقم طيب اعمل ايه عشان احوله اعمل ايه هاعرف متغير جديد اسمه زد اقول له هنا دوت زد يبقى انا كده عنده متغير جديد اسمه زد الزد زد دوت تو سترينج يعني حوالي الزد دي لسترينج وراح اتقدي له كوسين عشان ايه ده اللي تنتهي تمام يلا بقى نجرب البرنامج انا دوست كده اف خمسة فتح البرنامج فانا هاجي هنا ادي ده خمسة وادي ده ست واجه ادوس على الرقم دوت عمل ايه بقى خد الرقم دوت وحواله من نص للرقم واخد كده هو كده فاهم ان ست ده كلمة مكتوبة فانا بحواله الانتجر عشان يفهمه واخد الخمسة ضربها في ستة وجاب لي التلاتين هيا يعني لو جربنا مثلا قلت له دي خمسة وخمسين وابن عملي اللي عمليها حسابها بتاعتي تمام ده ده شرح لفكرة ان انا ازاي اخليه يجمع ويطرح فتقدر تعمل اي معادلة انت عايزها وتخليه يحسبها لك يعني انت مثلا عايز مهندس كهرباء وعايز تعمل حسابات كهرباء تقدر تعملها مهندس ميكانيكا بتعمل حساباتك مع ماري انشاء كهروميكانيكال وان شاء الله نشوف مع بعض ازاي احل المشكلة اللي بتحصل ان حد مثلا دخل نصوص بس خلاص خلا درس الجاي